السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري إذن بعد صدور بلاغ وزارة التربية الوطنية والدكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول المنح الجامعية يعني تتبع وضعية منح التعليم العالي قررت أن أنجز فيديو لكي أوضح مجموعة من الأمور إذن الفيديو بعنوان خدمات رقمية لتتبع وضعية منح التعليم العالي إذن دائما الفيديو برعاية قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري إذن البلاغ هو بلاغ بخصوص وضع خدمات رقمية موجهة للطلبة للاطلاع وتتبع منح التعليم العالي يوم 28 ماي 2020 وهو اليوم إذن بالرباط 28 ماي 2020 بلاغ بخصوص وضع خدمات رقمية موجهة للطلبة للطلاع وتتبع منح التعليم العالي إذن البلاغ هو هذا الغرض منه هو أنه الوزارة كتدير واحدة الخدمات الرقمية كتوجهها للطلبة باش يشوفوا الوضعية ديال المنحة ديالهم وباش يتبعوها آآ في كل حين إذن هذا البلاغ كما كتشوفو مقسم إلى جزءين الجزء الأول هو هذا والجزء الثاني هو هذا قاموا معي قد نشرح لكم كل جزء على حدة إذن بالنسبة للطلبة المتابعين لدراستهم بشكل فعلي يعني الناس اللي بقى عنك يقرؤوا بشكل فعلي يعني مخدامين موال لن تنهي وزارة التربية الوطنية وتكون المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع تعليم العالي والبحث العلمي هنا أخصدكم إلى عموم الطلبة أن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والتقافية قد وضع رهن إشارتهم منصة إلكترونية للطلاع على وضعية منحتهم وذلك عبر الرابط التالي إذن طلب المتابعين إدراستهم بشكل فعلي إذن المكتب الوطني لأعمال الجامعية الاجتماعية والتقافية وضع رهن الإشارة ديرهم وحكي منصة إلكترونية بشي يشوفوا وضعية منحة ديرهم هو هذا الموقع هذا بوغس ماروك بوين او 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 سي بوين ما. هذا هو الموقع اللي ممكن تبعو المنحة ديالكم عن طريق. اذا بالنسبة طلبة المتابعين درساتي لهم بشكل فعلي عادي. ما عليهم الا يدخلوا لهد الموقع. ويدخلوا المعلومات الخاصة بهم. وغادي تبلهم. واش دخلت لهم المنحة التالتة والاخيرة. واش بقى ما دخلاش. اش حال دخل. اش حال ما دخلش. باش يشوفوا الوضعية ديال المنحة ديالهم من فوق. بالنسبة للجزء التاني. الجزء التاني بالنسبة للطلبة اللذين تم ايقاف من ناحية. يعني الناس اللي كانوا يقربوا الجامعة. وتوقفت المنحة ديالهم. بسبب انهم انخرطوا في الصندوق الوطني للضمال الاجتماعي. لاش لانهم خدموا مثلا اللي مشي يخدم في الشركة هو بقي كقراء. مثلا اش حال من واحد كالقراء في الماستر. كتلقاه خدام مثلا في شي بلاسة. وانخرط في السنسس. هو كذلك باقي كيتباع الدراسة دياله في الجامعة. هذا كي وقفوا له ذاك المنحة ديالهم. لاش لانه كيتم تصريح دياله في هاد صندوق ديال الضمال الاجتماعي. اذا هاد الناس هادو او هاد طلبة هادو وقالت الوزارة بانهم لو كانوا انقطعوا عن العمل فان الوزارة ستقوموا باطلاق خدمة الكترونية غادي تمكنهم من ايداع طلبهم عبر الرابط التالي. يعني يمكن لهم يرجعوا المنحة ديالهم عن طريق هاد الرابط. دونك غادي تدخل هاد الرابط. وغادي تدير واحدة ريكلامات. يعني واحد طلب. خلفي المعلومات ديالك كامل بانه هورا قطعت على العمل. وباغي ترجاع المنحة ديالك. دونك غادي يمكنك. انطلاقا. اندخل. لهاد السيت. غادي يمكنك. انك ترجاع المنحة ديالك. فوق. ونكاد شي لكي انفيد الفيديو. شكرا لكم على المتابعة. فانتمنى انكم تدعموا القناة بالضغط على زر الاشتراك. وزر الجرس لكي يصلكم كل جديد. كنتمنى لكم كل توفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.